أزمة مياه حد بلغت مصويات قياسية خلال هذا العام في العراق حيث بدأت موشرات تراجع من سوب المياه في الأهوار ما تسبب في مخاوف من مشكلات تنذر بأزمة بيئية تتهدد البلاد التي عانت الأمرين من انخفاض حد وصلت تهديداته مياه الشرب في السنوات الماضية لا هيك عن شح مياه السقل المزرعات لكل مناطق العراق الوصى والجنوبية وزارة الزراعة في العراق من جانبها قررت بخروج نحو نصف الأراضي الزراعية في عموم مدن البلاد من الانتاج نتيجة الجفافة الذي ضرب البلاد بين أعوام 2020-2023 بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وشح الأمطار ومعطل استغلال 27 مليون دون من زراعي ووفقا لتوقعات مؤشر الإجهاد المائي فإن العراق سيكون أرضا بلا أنهار بحلول عام 2040 ولن تصل مياه النهرين إلى المصب النهائي في الخليج العربي ويبلغ إجمالي معدل الاسهلاك لكافة الاحتياجات كحد أدنى في العراق نحو 53 مليار متر مكعب سنويا بينما يحتاج العراق إلى 70 مليار متر مكعب لتلبية احتياجاته ورغم الأمطار الغزيرة التي هطلت موسم الشتاء الماضي على العراق فإن عملية الاستفادة منها تبقى غير مؤثرة لأسباب عديدة منها قلة عدد السدود في العراق وضعف المشاريع استراتيجية لتوفير تلك الكميات وحصرها هذا فضلا عن محدودية استخدام طرق السق الحديثة في العراق وسياسة دول الجوار في ملف المياه تحجيم الإطلاقات المائية على العراق بحسب الأمم المتحدة هذا وتعرض العراق لمتغيرات بيئية صعبة خلال السنوات العشر الأخيرة ما تسبب بتضرر نحو 7 ملايين عراقي نتيجة التغير المناخي ووضع العراق بالمرتبة الخامسة من بين الدول الأكثر تضررا بتأثير التغيرات المناخية على مستوى العالم